طيب يعني ده بالنسبة ليه الأمور الخاصة بالفرق عندنا بعض الأخبار أن في النادي الآلي فيه يعني أمور خاصة بالتجديد اللي رباعي طبعا رباعي معين متواجدين دلوقتي في النادي الآلي عندهم تجديد والتمديد بالنسبة ليه عقدهم رمي ربيعة وياسر ابراهيم وحسين الشحات وأيمن أشرف ده هيكون فيه وقت في الفترة القادمة هيكون فيه جلسة مع الإدارة عشان يتم التجديد وبناء طبعا على الشكل الفني اللي كلر هيقوله أنا محتاج ده محتاج ده يجدد سنة سنتين اللي برضو هيكون فيه تنصيق مع المدير الفني كلر أيضا أيمن أشرف بيعود من الإصابة وبيبتدي يخش واحدة واحدة مع الفريق ألف سلام عليه وحمد الله على سلامته كان فيه تنظيف للرجبة وبتالي أيمن أشرف بيعود مرة أخرى لتدريبات الفريق النادي الآلي عامل ميزانية للصفقات التي تبقى موجودة في الشتاء بناء على طلبات المدير الفني كلر منها واحد فيه خط الدفاع واحد فيه وسط الملعب جناح أيضا جناح شمال بالنسبة للنادي الآهلي وفيرويد يكون من الفراودة يعني الأقوياء اللي يمكن النادي الآهلي محتاجهم فيه الفترة اللي جاية دي الميزانيات اللي ممكن نادي الآهلي حاطتها خاصة بالأربع مراكز اللي احنا قلنا عليهم بالنسبة للنادي الآهلي في مباراته اللي جاية أمام طلع الجيش في الدوري الممتاز هيكون رجع بقى محمد عبدالغاني وفتوح هيقدر يستغلهم فريرة في الماتش اللي جاي ده اللي احنا هنشوفه طبعا محمد عبدالغاني لعب أساسي خلاص في خط الدفاع فتوح واحد من مفاتيح اللعبة بالنسبة لنادي الآهلي وبالتالي وجودهم في المبارات القادمة هيكون قوة ضربة بالنسبة لنادي الآهلي ماتش اللي فات شفنا محمد صبحي من البداية أمام طلع الجيش هنشوف عودة عواد مرة أخرى محمد عواد حارس مرمى نادي الآهلي هل هيكون بقى فكرة الروتيشن هتبقى متواجدة في الفترة القادمة بالنسبة لحراس المرمى لكن هنشوف ممكن يكون تفكير فريرة في الفترة القادمة هتكون عاملة ازاي دونجا لاب نادي الآهلي نبيل عماد دونجا اللي يمكن حتى الان ملعبش اي مبارانة تيجي تصابته في نهاية الموسم وبداية الموسم طبعا هو عمل عملية الراجل وبيبتدي يرجع واحدة واحدة ممكن يكون اول ظهور له في مبارات طلع الجيش بعد وجوده بقى في التدريبات الجمعية لفريق نادي الآهلي